موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدوها من صحيفة الغد الأردنية التي نشرت مقالا لمحمد أبو رمان بعنوان نعم الموقف تغير حيث يتحدث الكاتب الأمريكي المعروف ديفيد إغناتيوس في مقاله أمس في الواشنطن بوست بعنوان تعاون جديد في سوريا عن متغيرات مهمة وجديدة في اللعبة الإقليمية والدولية والمحلية في سوريا أي تشكل المحور الإقليمي الجديد المتشكل من السعودية وتركيا وقطر في مواجهة النفوذ الإيراني النتائج المباشرة والرئيسية للتحالف الجديد برزت في محافظة إدلب وفي التحشيد لمعركة حلب الراهنة عبر تشكيل جيش الفتح الذي تم إدماج جبهة النصر فيه وحقق انتصارات كبيرة في تلك المناطق وأضعف كثير من قوات بشار الأسد لا يستبعد إغناتيوس أن تقوم جبهة النصر بالإعلان قريبا عن انفصالها عن تنظيم القاعدة الأم لإخراجها من قائمة الحرب على الإرهاب وتأهيلها في المرحلة سورية المقبلة وتعتبر هذه الخطوة بمثابة مفترق طرق مفصلي للنصر ولتماسكها الداخلي وهويتها السياسية والأديولوجية فليس من السهل أن تقدم على مثل هذه الخطوة التأثير الكبير للمحور الجديد السعودي تركي القطري لا يقف عند حدود سوريا فوفقا لإغناتيوس أيضا هناك مبادرة لتغيير قواعد اللعبة في ليبيا عبر إيجاد اتفاق وتفاهم بين كل من اللواء خليفة حفتر وقوات فجر ليبيا المقربة من جماعة الإخوان المسلمين وإيجاد جبهة موحدة في مواجهة تنظيم داعش هناك وحلول سياسية توافقية باختصار الموقف الإقليمي تغير وقواعد اللعبة تبدلت وأصبحت تركيا وقطر أقرب إلى السعودية ومنظورها الأمني والاستراتيجي من الأردن والإمارات ومصر وعلى هذه الدول الثلاث أن تحدد وجهتها في المرحلة المقبلة وعلى الأغلب أنها ستسعى إلى اللحاق بالتحالف الجديد بالرغم من الفجوة الراهنة في المنظور الذي تبنه هذا المعسكر القديم الأردن السعودية الإمارات والمنظور الجديد تركيا السعودية قطر والفرق بين المنظورين كبير جداً فالمنظور المحافظ العربي قام في العام 2014 بتطوير منظور محور الاعتدال ليعيد تعريف مصادر التهديد بجعل ما يسمى الخطر الإيراني أو محور الممانعة إيران وسوريا وحزب الله وحماس بمثابة مصدر ثانوياً للتهديد مقابل جعل المحور الجديد تركيا قطر والإسلام السياسي بمثابة المصدر المباشر للتهديد الأمني الإقليمي الآن ومع الملك سلمان بن عبد العزيز تغيرت الرؤية السعودية لتقترب من الرؤية التركية القطرية في مفاصل مهمة ما يتعلق بسوريا والعراق وهو من عكس على علاقة السعودية بحركة حماس وحركة الإصلاح اليمنية والفصائل الإسلامية المقاتلة في سوريا وإخوان ليبيا وبما يعني أننا أمام واقع جديد في الوقت الذي تزداد فيه الفجوة بين موقف الولايات المتحدة والسعودية إذ لم تنفع القمة الحالية في كامب ديفيد في إزارة الهواجس بين الطرفين بقدر ما كرستها ورسختها ننتقل إلى صحيفة الانديبندنت ومقال ديفيد أوزبورن بعنوان السعوديون يتجهلونه بما ويقول أوزبورن إن عدم حضور العاهل السعودي في اللحظة الأخيرة اجتماعاً للزعماء الخليجيين مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كامب ديفيد لا ينبئ بالخير للاجتماع حيث يتوقع حدوث توتر بشأن الاتفاق حول برنامج إيران نووي والدعوة لإبرامي معاهدة للدفاع المشترك ويضيف أن البعض توقع فشل الاجتماع حتى قبل أن يبدأ بعد انسحاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ولكن أوباما لم يبدي أي شعور بالقلق وهو يفتتح القمة التي تعقد على مدى يومين ويقول إن الاجتماع يهدف إلى تهديئة شكوك في أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز جل اهتمامها على توصل الاتفاق النووي مع إيران على حساب المصالح الدفاعية لدول الخليج وتقول الصحيفة إن أوباما يسعى في هذه القمة الأمريكية الخليجية التي افتتحت بعشاء في البيت الأبيض وتستكمل في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد في ولاية مريلاند إلى أن تبقى الدول الخليجية في دائرة الولايات المتحدة وأن تبتعد عن فلكها وتضيف أنه بينما تؤكد الرياض على أن عدم حضور الملك سلمان بن عبد العزيز جاء لمتابعة العملية العسكرية في اليمن فإن عدم حضوره في اللحظة الأخيرة فسر بصورة واسعة على أنه تجاهل لأوباما للإعراب عن عدم الرضا عما يعتقد أن نواياه في المنطقة وتقول الصحيفة إن من المتوقع أن تركز وفود دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتواصل إلى اتفاق دفاعي يلزم الولايات المتحدة بدفاع عنها حال تعرضها لهجوم أوضح البيت الأبيض أن مثل هذه الخطوة ستواجه بمعارضة في الكونغرس وترى الصحيفة أن القمة قد تنتهي بتعهدات جديدة بين الولايات المتحدة والدول الخليجية بشأن تعزيز التعاون الدفاعي بما في ذلك توريد المزيد من الأسلحة وتوفير التدريب لدول الخليج صحيفة ديريليش بوستسي نجرت مقالة لنوزة ججيك بعنوان لماذا ضرب حفتر السفينة التركية حيث ضربت قوات حفتر السفينة التركية نواحد على سواحل مدينة درن الليبية وقال المتحدث باسم الحكومة في طبرق أنهم حضروا السفينة من الاقتراب من السواحل الليبية قبل ضربها لكن وزارة الخارجية في تركيا أكدت في تصريح لها أن السفينة التركية خرجت من مواني إسبانيا محملة بمواد جيبس لتوصلها إلى ميناء طبرق في ليبيا وفادت الوزارة بأن السفينة ضربت قبالة إشواط طبرق بمسافة 13 ميلا بحريا في المياه الدولية بعد أن تم استهدف السفينة من قبل قوات حفتر وانتشرت شائعات توحي بأن السفينة كانت تحمل أسلحة ولهذا السبب تم ضربها في زمان ليس ببعيد ضربت قوات حفتر سفينة يونانية كانت تنقل مواد نفطية إلى ليبيا لكنهم لم يتهموا السفينة اليونانية بنقل الأسلحة وقتها وهنا السؤال لماذا تتهم السفن التركية بنقل الأسلحة؟ في الحقيقة إن ليبيا تنقسم إلى ثلاث مناطق وهي برقا في الشارق وطرابلوس في الغرب وفزان في الجنوب وبعد خلع القذافي أخذ حفتر دعما من الدول الغربية وتخذ طبرق مركزا لحكومته ثم بدأ بمحاربة ثوار فجر ليبيا في الاشتباكات المستمرة بين ثوار ليبيا وقوات حفتر استطاع ثوار درنا الحفاظ على المدن الثلاث الكبرى وهي مصراتا وبنغازي وطرابلوس أما حفتر فقد استطاع الحفاظ على البيضاء وطبرق والمرج في الشرق والزنتان في الغرب وجهة السفينة التركية كانت إلى درنا البالغة أعداد سكانها 140 ألف نسمة وهي مدينة يحاصرها حفتر منذ 6 أشهر تدار المدينة الآن من قبل مجلس للشورى ولا يسمح حفتر بدخول الوقود أو المواد الغذائية إليها بل إنه حتى لا يسمح بخروج الجرحى من المدينة حفتر يريد السيطرة على مدينة درنا ولا يسمح بدخول أي شحنة مساعدات إليها وهذا هو سبب استهداف أي سفينة تقترب من شواطئ درنا لكن حفتر لم يتهم السفينة اليونانية بأنها تنقل أسلحة واختص السفينة التركية بذلك فقط وفي حين أن الطائرات الإماراتية والمصرية تضرب مواقع الثوار في ليبيا فإن حفتر يريد إشغال الصحافة بخبر السفينة التركية من ناحية ثانية فإن ثوار ليبيا عقدوا آمالهم على التركية والدعم التركي لهم خصوصا مصرات لذلك فقد أراد حفتر تشويه الصورة التركية أمام المجتمع الدولي ويحاول حفتر جاهدا إدخال القوات الغربية إلى ليبيا فرنسا تدعم حفتر في ليبيا بشكل علني وهذه هي دلالات التدخل الأجنبي والولايات المتحدة الأمريكية تريد حلا سياسيا أكثر مما تريده عسكريا رغم دعمها العسكري لحفتر لذلك فإن حفتر يريد إبعاد تركيا عن لقاءة المغرب كي لا تنجح المشاورة السياسية ولهذا السبب فهو يستهدف كل سفينة تركية ويتهمها بنقل الأسلحة ولهذا السبب يحضر حفتر الخطوط الجوية التركية من النزول إلى مطارات ليبيا ويسعى لإخفاق الجهود التركية لإحلال السلام في ليبيا صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالا لعبد الرحمن الراشد بعنوان مشروع بلا الأسد وداعش حيث يرى الكاتب أن جينيف ثلاثة مؤتمر سوريا المستقبل دونه الكثير من العقبات فالمتشككون أكثر من المتفائلين وقد لا ينعقد اللقاء بسبب المسافة البعيدة بين القوى السورية وكذلك بين الحكومات الخارجية وبكل أسف فالأصوات المعتدلة قليلة وما تطرحه يبقى خارج الرادار وقل ما يتم رصدها رغم أن هناك حاجة حقيقية لتشجيع الحلول المعقولة البراغماتية أحدث الطروحات ما دعا إليه الوزير السوري السابق محمد سلمان رئيس التيار الوطني الديمقراطي السوري في بيانه الأخير اقترح مرحلة انتقالية بإشراف الأمم المتحدة لعامين تضم النظام والمعارضة بما فيها المسلحة ولا يسمي بشار الأسد ضمن المشروع السياسي المقترح ولا تنظيمات مثل داعش مشروعه المقترح ينسجم مع جينيف واحد ولذا يمكن أن يلقى قبولا عند الدول العربية الدعمة للمعارضة مثل الخارجية ويكون الهدف إقامة نظام سياسي ديمقراطي تشرف عليه الأمم المتحدة وإخراج جميع القوات غير السورية مثل الإيرانية وحزب الله ومحاربة التنظيمات الإرهابية وتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور عام والتحضير الانتخابات التشريعية لقد علمت سنوات صراع الأربع الجميع بأن الحل الممكن هو الذي يعطي كل فريق شيئا وليس كل شيء وأن أحدا لن ينتصر عسكريا وأن مستحيلات الحل محدودة مثل بقاء الأسد في الحكم وإشراك داعش الأسد خسر مشروعه الأمني العسكري وحتى حلفائه فاشلوا في إنقاذه وكذلك المعارضة اكتشفت أن هناك من قام بسرقة ثورتها من الجمعات المتطرفة ولا يمكن القبول بها لاحقا ويبقى الأمل لسوريا في الحل الوسط المعقول اللجوء إلى نظام انتخابي يشارك فيه الجميع بعد إقصاء الأسد ودعش وهذا الشعور بالرغبة في انتقال سلمي يشترك فيه آخرون هناك مشروع اسمه اليوم التالي لجمعية سوريا مقرها اسطنبول تعمل من أجل دعم انتقال ديمقراطي سلمي وآمن تضم 45 مشاركة قامت بالتخطيط الانتقالي لتطوير رؤية مشتركة لمستقبل سوريا الديمقراطية وتحديد الأهداف والمبادئ الانتقالية وإعداد خطط انتقالية تفسيرية مرنة تفصيلية مرنة هل يمكن لمثل هذه الأفكار الإيجابية أن تنبت وسط تربة سوريا المحروقة ورغما عن هيمنة القوى المتطرفة على الجانبين ليس الأمر بهذه السهولة لكن على الأمم المتحدة أن تدفع بهذه الأسماء والأفكار إلى الواجهة إن كانت تريد لجينيف المقبل أن ينجح جريدة حبر نشرت كلمة العدد تحت عنوان خارج الصندوق حيث ترى الجريدة بأن التفكير خارج الصندوق ليست معادلة مستحيلة كما أنها ليست أمرا سهلا كما يعتقد البعض إنه أمر يحتاج لكثير من المرونة العقلية يحتاج إلى تجاور الوعي والحرية في بيئة عقلية مثخنة بضربات الماضي التي تحولت إلى قولبة يصعب الخروج منها إلى أشكال جديدة كليا دائما يحاول العقل أن يبحث عن الراحة في كل المشكلات التي يواجهها أن يجد حلولا ضمن طرائق المعتادة للتفكير أو لنقل ضمن الصناديق المعتادة أن يركن إلى عادات تفكير معينة تربع لها قد تكون تقليدية وقد تكون مليئة بالجدة والابتكار ولكن حتى التفكير الإبداعي لا يخلو من الصندق حينما يصير هو الغاية هو الطريقة التي نؤمن أنها الحل القادم مع تجاهل لكثير من الأشياء التقليدية مهما كانت صحيحة فقط لأنها معتادة لا تمثل تلك النظر الإبداعية التي ينطلق منها صاحب التجربة أن تفكر خارج الصندوق هو أن تفكر بطريقة مختلفة مختلفة فقط عن كل ما اعتدى عليه أن تفتح الأفق لخيالك ولعينيك لترى الصورة الكاملة لتحاول البحث عن كل الحلول الممكنة بطريقة فطرية بعيدة عن الانحياز لأفكار وطرائق مسبقة عن عدم التخلي ومع عدم التخلي عنها بشكل كامل هناك الكثير مما نهمله في الحياة من الأمور شديدة البساطة ربما تكون غاية في الإبداع كما أن هناك حجم كبير من الأفكار التي توصف بالابتكار لن تكون نافعة ضمن ظروف واقعية شديدة الصعوبة أن تفكر بطريقة مختلفة وأن تستطيع أن تفتح عينيك على الأمرين معا إنه ليس أمرا سهلا خاصة ونحن نلهث لإيجاد حلول لمشاكل أصبحت الدماء هي فاتورة الزمن الذي يستهلك من أجلها ولكن بعد أربع سنوات ونيف ربما علينا أن نؤمن بضرورة المجازفة عسى أن نستطيع الوصول إلى حلول أكثر استدامة صحيفة العرب القطرية نشرت مقالا لجواهر ابنت محمد آل ثاني بعنوان بين النقطة والكاتب اللقطة حيث ترى الكاتبة بأن الكاتب متحدث يتعامل مع الكلمات للجمهور يضحك مع كلمة ويداعب الثانية ويصافح أخرى ويغضب على الرابعة ويعتذر من النقطة إن استخدمها كثيرا حيث إنها سيدة العرض الأخير المرتبطة دائما بالختام والحريصة على إنزال الستارة الحمراء عليها حتى يكون العرض كاملا بلا أخطاء جسيمة ومن النقطة إلى الفاصل العازلة يستخدمها الكاتب بالحضر نفسه الذي ينظف فيه الأسلحة النارية حتى لا تطلق كلمة غير مفهومة أو تحسب عليه أو يسترسل فيضيع جل جهده ورغم ذلك غالبا ما سيشعر الكاتب أنه أطلق النار على ساقه أو يده لأنه لم يكتب كلمة بدل أخرى أو لم يتأكد من مصادره الخافية وفي أحيان نادرة لكتاب النادرين سيشعر بأن الرصاصة وصلت حلقة وأنه اختنق بالحق الذي حبسه في مكتبه وأنه لم يعد يستطيع الكتاب أو على الأقل كما سبق الكاتب اللقطة جاد وإن سال مداد السخرية من قلمه الكاتب العظيب متواضع وإن صرح بأن صروح الدنيا تقوم على كتفه الكاتب الذكي عميق وإن كان منظر كلماته يلامس السطح فقط الكاتب المتسائل حكيم لأنه يعرف أنه لا يعرف كل الأجوبة ولا كل الأسئلة والكاتب الصادق هو من صدق خلايا جسده وهي تهمس له أنت كاتب لا شيء غير كاتب فترك أحلام العائلة وأحلام المكان وسافر لحلمه وتختم الكاتب بالقول قولي له إن شيء الوحيد الذي أريده في هذه الحياة هو أن أصبح كاتباً وإنني سأصبح هكذا أجاب جابو ماركيز للويسة والدته حول سؤالها إذن ماذا أقول لأبيك؟ بهذا المقال مشاهدنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكركم دائماً على حسن المتابعة ونترككم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة